أهمية القوة أنها يصعب بناؤها في أعمار متقدمة بينما الأمانة يمكن بناؤها في أي عمر كان هناك أناس أسلموا في الأربعينيات والخمسينيات من أعمارهم تحسنت أخلاقهم وتأدبوا بأخلاق الإسلام ولكن هناك أشخاص دخلوا في الإسلام في الثلاثينة والأربعينيات الإسلام أدب أخلاقهم لكن بقيت ضعف فيهم إلى يوم الدين إلى أن لقوا الله طيب إذن هذه أساس القوة هذه الأعمار الأولى هي المهمة تمام وتبدأ من أول ما يولد الطفل تبدأ حماية وتقوية شخصية الطفل من الدقيقة الأولى من عمر ولد بعضهم قد يقول دكتور هي هيبة من الله نعم يعني بعض الناس يالدونها كذا أقوية لا ليست بعض الناس كل الناس يولدون أقوية الشخصية من يضعف هذه الشخصية؟ هي من الفطرة أيضا من الفطرة القوة من الفطرة كما تنتج البهيمة وبهيمة جمعاء من هذه الجمعات تعني القوة لكن من يضعف الشخصية؟ إذن مناط الأمر أن نحافظ على هذه القوة أن نحافظ علىها كيف نحافظ عليها؟ نعم ممنوع اللوم ممنوع النقد ممنوع القهر ممنوع التسلط ممنوع السخرية ممنوع العقاب ممنوع الضرب ممنوع الإهانة حفظ كرامة هذا الإنسان وتركه يتمتع بحريته والحرية كرامة يولد به الإنسان كقيمة كرامة هي الحرية مخيد لا ذكرته خطب خليل كرامة والحرية قدرة أن يختار الولد نعطيه حرية الاختيار نسمح له بالاختيارات إلا إذا كان الاختيار يخرج عن الطريق السريم هنا تأتي ما يسمى بالحماية أو الرعاية نمنعه والله الذي يريد العمى تلا بالنار نقول له لا حبيبي هذه ضد سلامتك يريد يجرب الخمر لا حبيبي هذا محرم إلى غير ذلك نمنعه باقي كذا نتركون ثم السلوكيات نعطيه الحرية في السلوكيات ما لم تؤدي إلى ضرر أو غير ذلك إذا كيف نحفظ هذه القوة البيئة إذا دخل في بيئة في هذه السلبية التي ذكرت وأنا أتكلم عن 15 أسلوب يدمر قوة الشخصية عند الأولاد في كتاب رخصة القيادة الطريق 15 أسلوب مفصل لو نذكر ذكر أنت ذكرت كلاما في غاية الأهمية والخطوة النقد النقد واللوم هذه مدمرات الآن والصغرية مدمرات القوة والفطرة التي نريد أن نحافظ عليها نعم اللوم والنقد والصغرية والمقارنة وعدم الإنصة للأولاد كل أساليب الإهانة الضرب العقاب الحرمان كله والصراخ لما تصرق في وجه الطفل لما تنتقس من قيمته لما تشتمه الشتائم كل هذه تضعف شخصية الولد مدمرات هذه مدمرات شخصية تضعف شخصية الولد كيف تضعفه إما أنها تضعفه ويصبح هشا وللأسف إذا الولد ضعفت شخصي وصبح هشا ماذا يحدث الآباء يستأنسون ما شاء الله ابني أصبح مطيعا مطيع مثل ما يطيعك الآن وتستمتع بها غدا سوف يطيع غيرك وأنا أعرف في بلداننا العربية في بعض البلدان العربية الله الطفل تربى تربية حسنة على مكالم الأخلاق لكن ضعفت شخصيته عمره في العشرينيات مضرب المثل في الأخلاق والقيم أبوه رباه تربية على المكارم وليس على القوة ومن رواد المساجد وهو في المسجد جاءه من يقول تعال نتعلم ديننا نقرأ صفحة من كتاب صفحة من كتب تراتنا وسلفنا الصالح وأدخلوا في متاهات تحدثوا معنى الولاء والبراء ثم يبدأ البراء من أعداء الله بقتلهم وأول براء أن تقتل أباك وعمك وأخوك وخالك ويدهب الولد بثلاح يعطاه ويقتل من سطع أن يقتله قتل أباك قتل عمه خاله إلى غير ذلك السؤال الهشاشة التي هذا الولد الطيع لأن تحبه مثل ما يقول لك حاضر قال لي واحد متطرف حاضر هذا هو الضعف الضعف الثاني أنه يتمرد لا يقبل يصبح متمرد ويصبح ماذا؟ هذا التمرد يصبح فيه عنف والتمرد والعنف أيضا من الضعف شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة